السلام عليكم الزلف اللون أهلا وسهلا ومرحبا بكم في قناتكم الرياضية والإخبارية جياسكا أخبار تيفي القناة التي تأتيكم دائما بالحصر والجديد وكل ما هو جديد على أخبار شبيب القبال وأخبار الجياسكا فقط لا تبخلوا علينا بالضغط على زر الإعجاب جام لايك والشراك في القناة كي يصلكم كل ما هو جديد بإذن الله كما ركم تشوفوا لكيب الترتيب كاملا في انتظار استكمال لقائن متأخرين بين مولودي الجزائر ضد شباب بلو ازدادوا اتحال الجزائر ضد نادي بارادو يعني حصريا كما ركم تشوفوا والله شيء يؤلم كثيرا الأنصار ويؤلم الجمهور شبيبة القبائل جياسكا كما ركم تشوفوا جياسكا شبيبة القبائل في المركز رقم 15 يعني تنافس شلغوم العيد اللي هي في المرتبة الأخيرة رقم 16 رقم 16 تنافس على المركز الأخير شبيبة القبائل وهذه حاجة تشي بزاف يعني تشي ناس شبيبة القبائل وتشي ناس الجياسكا اللي يحبوا صح القبائل ويحبوا شبيبة القبائل والله لم نفهم ما هو السبب كما ركم تشوفوا يعني في الترتيب حاليا ثلاثة طب اللولين هما السياسي كوستانتين يعني شباب قاسنطينة في المركز الأول ب13 نقطة تحتها اليوازماء ب12 نقطة وتحتها شباب سياربي كما نشوفو قولوا بلو ازداد بتسع نقاط هذوما الثلاثة اللي محتلين لمراكز الأولين أما شبيبة القبائل في المركز 15 أو في المرتبة ما قبل الأخير ترجمة نانسي قنقر